وهذه الضربات طبعا جاءت بعد أن أطلق الحوثيون صاروخا على المدمرة الأمريكية هذا الصاروخ يبدو لأول مرة يستخدم لأنه أولا أنه اقترب من المدمرة عادة المدمرة الأمريكية كانت تتعامل مع الأهداف التي طلقها الحوثيون على مسافة بعيدة كان لديه القدرة أنها تتعامل مع تدمير الصاروخ البلسية داخل البر اليمني أو على السواحل اليمني لكن هذا الصاروخ يبدو أنه جديد وهو سلاح جديد يستخدم في هذه المواجهة غير واضح غير واضح وهذه النوعية وهذه التقنية كانت قوية خصوصا أن هذا الصاروخ جاء بعد يومين من تحدث وزير الدفاع الحوثي تحدث قال أنه انتهينا من تغيير قواعد الاشتباك وسنبدأ بتغيير قواعد الاشتباك البحري ويبدو أن هذا السلاح الجديد دخل على خط الأزمة وأيضا أطلق لأنه بحسب تصريحة الأمريكية تحدثت أنه هذا الصاروخ اقترب من المدمرة وكان على مسافة ميل الدفاعات اللاصقة بالمدمرة هي من اعترضت الصاروخ وليس الدفاعات التي تتعامل مع الهداف الجوية إذن الحوثيون كانوا على وشك إصابة المدمرة الأمريكية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر